هايدي الحقيقة شو بديضل عايش بوهم انه العدو الاسرائيلي كل روايتك ببطرة عم بتبرق الاسرائيل ما سيضطرن في النهاية الى اشتياح لبنان اللي قبع حزب الله نهار بس الشهاد السيد حسن اسر الله يوسف الخوري فرح او حزب دايما الامريكيين والاسرائيلية وحد يفكر انهم متفقين مخرج يوسف الخوري حالا حدا قلت له انك ضايفة دغري حزرني انه سقفه كتير عالي وانتبه وما بعرف ما بياخدك لا في هايدي السورة حولك انه ممكن تقول اللي ما بينقال لا مش مزبوط انا بقول اللي لازم ينقال بس لانه هني ما بدون يقولوا اللي بينقال بيشوفوا سقفة عالي بس انا سقفي ولا نهار خرج عن المنطق ولا نهار خرج عن الحقيقة سقفي هو الحقيقة ظاهر الناس بطلت متعودة على الحقيقة لما بتقلهم ياها بينقزوا بس ايام الحقيقة ممكن تعمل حرب ممكن تعمل فتنة في ايام يمكن افضل ما نقول الحقيقة وبعدين في حقيقة من وجهة نظرك وفي حقيقة اخرى من وجهة نظر اخرى لا لما بحكي انا عن الحقيقة بكون محصة مزبوط بكون درسة مزبوط بيكون شيفها بعدة مراجع بيكون عايش أجزاء منها ما بيطلع بزد حيالها حقيقة يعني هايدي شغلة محسومة ما بيحكي إلا اللي لازم ينقل وبوقته ولا مرة الحقيقة برأيي هي اللي بتعمل حروب نحن مشكلتنا اليوم بلبنان إنه كلهم بيكذبوا على الحقيقة وبيخبوا الحقيقة وبيخبروا غير خبريات إنه برأيك شو اللي ممكن يعمل خلل أكتر إنك تقول الحقيقة ولا إنك تخفيها وتخبر حقيقة جديدة مثل ما عم سير اليوم بلبنان مثل ما مسيطر كل الأجواء على لبنان مثل ما كل السياسيين ضايعين صدقوا الكذب اللي كذبوا وصاروا مخملين حقيقة بس هي مش حقيقة بيحكوا بس تيحكوا لما تسمع عليهم عم يحكوا بتقول معقول هاو دي حكميني مثلا من 20 أو من 30 سنة ضايع تاني اليوم شو الحقيقة اللي لازم تنقال اليوم هايدي الحرب اللي هلا عم نعيشها وعم ندفع كلنا تمانا أكيد بنسب متفاوتة وين الحقيقة هون مين بتحمل مسؤولية هذه الحرب هالحرب ناتجة عن أطماع إسرائيلية تاريخية أو عن خطأ من حزب الله بتحويل لبنان إلى جبهة إسنان عمين المسؤولية المسؤولية عكل يلي صدقوا كذبة حسن نصر الله سنة 2006 لما قال الانتصار الإلهي لما كان انتصار لأنه إذا منفوت نفتش على الحقيقة وبكواليسة يومتا ما كان في انتصار وأنا بعرف أن الناس اللي كانت عم بتفاوت بمجلس الأمن مشين يوصالوا لوقفة لقنار والضغط اللي كان عم بصير عليهم من لبنان أنه خلص عملوا وقفة لقنار عملوا وقفة لقنار وهني يقولولهم الإسرائيلي متعنت الإسرائيل عم بحطوا شوط عالية خلينا نايزلوا شوي يقولولهم شو ما كان عملوا وقفة لقنار لأنه كان صار حزب الله بوضع كتير محرج وإذا بدك منحكي عمليا على الأرض شو صار وبالآخر أنه لما لقواهم الإسرائيلي هالأد مستعجلين بدهم وقفة لقنار حط شروط أنه بالنسبة لتهريب سلاح كان عمسي تهريب سلاح من البحر حط شروط أنه ينعمل أبراج على الحدود البرية ونضبط الحدود البرية وفقا للألف وستمئة وثمانين يعني صار يتسلى بالشروط اللي حط له وقلعا واحد من يلي سكت عن كذبة حسن نصر الله هو الإسرائيلي الإسرائيلي استفاد كتير من كذبة الانتصار الإلهي ونيمنا عليها كم سنة؟ 18 سنة بعد 18 سنة وعينا هو محضر حاله ونحن بعدنا سكرانين بالانتصار الإلهي وما كان انتصار إلهي إلا على اللبنانيين بالدوحة وبالحكومات وبشعب ومقاومة وما بحرف شو وبالتوافقية وبالرئيس بدون يكونوا متوافقين علي كل اللبنانيين ولاش بدون يتوافقوا كل اللبنانيين على الرئيس ده اليوم بس تقول كذبة حسن نصر الله هادي التعبير هادي كنا عم نحكي إنه كلمة إيام بتعمل حرب هادي الكلمة بتستفز اسم كبير من اللبنانيين بيعتبروا السيد حسن نصر الله اللي هو هلأ اليوم كمان شهيد بيعتبروه رمز لقالهم أنت عم تجي توصفه بالكاذب ايه أنت بتقبل ينقال عن رمز مسيحي كاذب إذا كان كذب ايه إذا كان كذب لأنه يومتها ما عمل هو انتصار إليه يومتها شو اللي صار طبعا هو اللي بلش بالكذب كان وعدهم إذا بتتذكر وقتك كان عم بسير طاولة حوار وطني ووعدهم إنه خلص صيفية آمنة ومنستفيد من السياحة وكل هاي دي الأمور وإذ بيفجئن بيخطف هادي اتنان عسكرية وخطفهم ميتين بش خطفهم أحياء خطفهم ميتين وجيبهم هلأ ردة الفعل الإسرائيلية يومتها متل ما بسبعة أكتوبر بلولك إسرائيلية بسبعة أكتوبر أبو باط لا أبو باط ولا شي تفاجأوا يومتها تفاجأوا إنه نخطفوا هاو اتنان عسكرية بيعطي الأوامر أولمرت إنه بسرعة ما تخلوهم إذا يهرون من الجنوب تنرجع نستردهم ليلي نخطفوا والبرهين على ذلك خاف إنه يخدوهم على إيران أو يطلعون برية لبنان نضرب المطار وقتا وكل الحرب اللي صارت بسرعة الفرقة اللي موجودة عم تتدرب بشمال إسرائيل كانوا احتياط أو تجنيد إجباري قالوا نتضربوا عملينياً والحقوا جيبوا هودا العسكرية اتنين هلا هون توفق حزب الله يعني ناس عم يتدربوا وفاتوا نتوفق فيهم حزب الله لما فات فريق قولاني بخلال ثلاثة أيام قولاني كبوا ورا اللي طاني وبلش البكي وبلش الصريح وبلش المطالبة بوقف طلاع النار كان فيه مشاهد في 2006 مشاهد تاريخية أنت كلبناني ما بتحس بفخر أنه حزب لبناني مقاومة لبنانية عم توقف والجيش إسرائيلي ما بتحس بفخر وقتها تشوف السيد حسن صلى عم يقول انظر إليها تحترك وبذات الثانية عم تنقصف ما بدك بالأول أني اعترف فيه أنه هو مقاوم تأفتخر ما عمل ما أفتخر بدك اعترف فيه أنه هو مقاوم أنا ولا يوم شفته مقاوم ولا يوم شفته حرر جنوب أنا شفته حتل الجنوب واحتل الجنوب معمر مزفت في دورة اقتصادية أنشط من كل الدورات الاقتصادية في لبنان أخذ وفات وبدو يبكر البطون ويفخط العقول وما بعرف شو بدو يعمل وهجر أهله يلي كانوا ناس عم بيقافوا عم بيضافوا عم ضياعهم بلشوا بوجه الفلسطيني واضطروا أنه يتعاملوا مع الإسرائيلي وهيدي بحب أحكي عنها هيدا النقطة كيف تعاملوا مع الإسرائيلي فات عملنا كل هذا الاستعراض وشو كانت النتيجة بالآخر اليوم عم بيتدمر الجنوب فأنا لا ماني مآمن أنه أنه هو حرر الجنوب هو فات بصفقة بينه بين الإسرائيلي على الجنوب وأنا كنت شاهد يومتها ميدانيا على الأرض كيف أنا كنت عم صور دوكومنتري بهيديك المرحلة مع الفرنسيين مع الفرنس دو والساقف أرتا كنا عم صور مرحلة دوكومنتري بمنطقة جزين كانت المنطقة الوحيدة جزين بكل لبنان يلي لا فيه سوري ولا فيه فلسطيني ولا فيه غريب ولا فيه حدا فيه فقط لبنانيين وهذه إلى قصة كيف صارت ما فيه إلا لبنانيين بقلبها نحنا كنا عم صور دوكومنتري اسمه لزباسود جزين وأزفاجأ من سحبه الإسرائيلية قلت له للمخرج الفرنسي سبقنا الحدث خلينا نلحق الانسحاب ونشوف شو بزير وفعلا كنا ثلاث أيام على الأرض كنا نحكي فلحقنا كل هذا الانسحاب يعني شو بدك قللك شفت مثلا حدا من عناصر جيش يبناني جنوب فات بقيلية عسكرية على الإقلاعة ضيهر عائلته ومرأة وحزب الله وقفين عجواني بالطريقة ومرأة من قدامهم وضهر كانت كل الخبرية فاتوا ناطرين تيفلوا في اتفاق صار وكان عرابوا نواف الموسوي يلي بدو يخون بشير الجميل وبدو يلحقوا على قبره كل يوم هو اللي كان متفق مع الألمان ومركبين هيدا التركيبة كلها وصارت العملية وفاتوا هني على جنوب عملوا حالا أنهم نحرروا وأنهم انتصروا وبينما بالحقيقة لا اللي طلعوا ضحية بهذا النهار هني جماعة جيش لبنان الجنوبة الشورة ضحية الشورة الأبطال ورح أقطش الحديث هون تقلك ليش تعامل مع إسرائيل بطولة مع هود الناس جدا رح رجعك رح رجعك هاي المنطقة اللي شيفها اليوم رسمت بجنوب بالحديد والنار ونمحت كلها والإسرائيل تقدم فيها على ما يبدو 2-3-4 كيلو بات هاي دي المنطقة خلقت قبل ما طلع ساعد حديد لفوق خلقت مع زابط اسمه غسان الحمصي هو كان زابط بالأمن الداخلي وخيو عدنان كان زابط بالجيش اللبناني كيف تطلع هود الناس لفوق هود الناس لما بلشت الحرب وبلشوا الفلسطينية يعتدوا على الضيع المسيحية تحديدا فوق بالجنوب الحركة الوطنية وكمباني تشكل نوع من مقاومة أنه في ناس رفضت وخصوصي بمنطقة القلاعة هلأ في ناس بسكنة مرجعيون من القلاعة بيهربوا ليلي بياختوا سلاح ودب بيت وبيطلعوا من سكنة مرجعيون وبيطلعوا على القلاعة وبيمترسوا فوق الفلسطيني والحركة الوطنية ما قبلوا أنه أخذوا دب بيت وصاروا محاصرين للقلاعة بدون يجوعوها بدون يقتلوا أطفالها بدون يردوا السلحات وبدون يركعوهم هؤلاء الناس حكوا بين بعضهم ما قبلوا أنهم يركعوا وقز بليلي من الليالي الشخص يلي على ما أذكر اسمه عيد المسلم اللي طلع من سكنة مرجعيون قالوا له تصرف تواصلوا مع دولتهم قالوا لهم تصرفوا بس بتخلوا الفلسطيني يعمل اللي بدوا يعملوا بروح بكب حجر مربوط فيه رسالة على الحدود اللي هي عسكرية إسرائيلية بكب عليها حجر بينزلوا هؤلاء فيه رسالة بكرة بهالوقت نحنا رح نجي خلي حدا يحكينا لغريب الصدف بيومتها كان شخص اسمه ياقير رفيد هو المسؤول عن المصاد بشمال إسرائيل وكان رفهو القتان هو المسؤول عن المنطق بيجي ياقير رفيد بيحكي مع الشباب بقولوا له بدنا سلاح نحنا محاصرين وكذا ومدرشوا هني هلا سائبة هيدا عنده سامبتي وتعاطف مع اللبنانيين حتى مبارح كاتب كاتب مقالي بيقول فيها ديش حبهم لللبنانيين لما اجع على لبنان وتعرف لهم لأنه هو أسس لكل العلاقات فيما بعد بين إسرائيل والمسيحيين وهو يلي كمش لما راحوا الشباب بالبحر اللي بخبرها الخبرية جزيف أبو خليل جزيف أبو خليل هو اللي حقق معهم أربع ساعات وهو اللي فتح كل هيدا لعليها فقالهم راح أنه الخبر لقييت وكذا ونشان رفول قتان قالوا نعطوهم هودا اللبنانية بقوصوا عليهم عطوهم اللي بوريد بلا شو بقلولا هيدا بلا عمحة أو شي وخي كيف بقوصوا على حالهم الجماعة بالآخر عطوهم سلاح هو عامل كتاب هيدا الزلمي اسمه Windows to the backyard بيخبر بكتابه أنه بيسمع حدا ختيار من يلي عم يخدوا منهم السلحات على الحدود عم بيبربر هو بيعرف عبرش وشو باك قالوا يلي أنا أبو ربكم عم تعطونا السلحات فتحتوا المستوضاعات تبع سنة 58 عم تعطونا أيام السلح خردعت يوم هلأ يوم متى قالوا له أنه إحنا ممنوع نتدخل بلبنان وممنوع عطيوان كل روايتك ببطرة عم بتبرق الإسرائيل لا لا عم بدي حمل مسؤولية للدولة اللبنانية لحظة بشان برق الإسرائيل أنا رح تلعند الإسرائيلي بش إسرائيلي إجل عندي عطيوان كما عم تبرقة بس تقول أنا رح تلعند بش إسرائيل لحظة بس عطيوان خريطة إنه إذا انحشرته خلونا نحنا نقصف إنه ما فينا نفوت وشو بعد ومدوا خط تليفون بين بعضهم وما في محواطين يعني ما فيش طبابة إنه قالوا لهم خيمة بتجي بجمعة مرة بتجي وتتحكم وفيها يلي هي صارت بوابة فاطمة بعدين لأنه المرأة يلي كانت حبلي وبدأت خلف ومحاصرين أخذوها تخلفت كانت فاطمة يعني جنايك سموا البوابة بوابة فاطمة فإذا صار هذا التعاون بعلم رئيس الجمهورية لبنانية كانت التعليمات واضحة جدا بتتعاملوا مع الإسرائيلي بتاخدوا دعم بس ممنوع تمضوا أي شيء هلأ من بعد عيد المسلم ما عاد قادر يمسك الجبهة لوحده قال بدي زابط بيجوا بيطلبوا زابط من الشرقية بيطلع صارت حدد لا بيطلع غسان الحمصة بيطلع غسان الحمصة وخيوا عدنين من بعد ما رفض كتير من الزباط إنهم يطلعوا لفوق وهن طلعوا لفوق كان فيه قطاع غربي وقطاع شرقي وقطاع أوسط كان ترماش ذات الشي هلأ لما شافوا برماش كيف ساعوا دون فوق بميلة الإلاعة كمان صار ذات الشي وبواسطة رهبتين رهبتين يلي عملوا القصة برماش فطلع لفوق غسان الحمصة وشاف إنه لازم هاي دي المنطقة تتوحد كيف طلع لفوق غسان الحمصة بأمر إنه يطلع يجمع العسكر اللبناني والدرك اللبناني شكل فيهم قوة يحمي المناطق والضيع فإذا بأمر من قائد الجيش وبعلم رئيس الجمهورية فيك تعمل اللي بدك إيه بس ممنوع تمضي شي مع إسرائيل فإذا دولتك كانت عارفة هولا ما طلعوا لفوق ما حدا بيقدر يتهمهم بالعملية سداك زمن لحنا اليوم زمن آخر إيه بس بأي زمن ما كان صار الاشتياحات بوقتها وما كان صار كل اللي بعدين عملوا الإسرائيلي كيف صارت الاشتياح بعد منها ما هو دي نعمل هيدا الشريط الحدودي اللي نرسم هلأ شو صار بعد منها بعد منها اتطورت لأمور وقرر الحمصي إنه يحرر سكنت مرجعيون ووقتها الإسرائيلية إنه كيف مجنون هيدا كيف بدوا يحررها ووقتها بخطة كتير زكية بحتفظ فيها هلأ تما تروح كله الحلقة بيقدر يحرر بستة وثلاثين عسكري سكني فيها خمسمائة عسكري من جيش لبنان العربي والحركة الوطنية وبعرف شوني وكمل على الخيام ورسمت وقت الحدود ووقتها عينوه لهذا الزابط عينوه أي مقام أو يقوم مقامه يعني كان غيب الأي مقام حطوا أي مقام عمر جاي ساعتها قال لهم بدي زابط يجي ساعتها إجا ساعة حداد هلأ بثمانا وسبعين شو صار بثمانا وسبعين الإسرائيلية ما بيتدخلوا كانوا بعد عم بيتدخلوا بلبنان بس كانوا عم بيساعد وبناءا على طلب المسيحية وكانوا نرسم الشريط الحدودي بينهو سبعين بيعملوا عملية الفلسطينية بقلب إسرائيل بيتوفقوا بواحد سايح وبباس في تسعة وثلاثين مرأة وطفل ومدرشون نجن الجنون الإسرائيلية بيشتاحوا لم خبرين أمريكا ولم خبرين حدا لما بيعملوا الاشتياح بيطلع الأرار 425 شهير من عملوا الأرار 425 الشيطان الأكبر وقطت جيمي كارتر اللي حمل الأرار 425 لأنه جيمي كارتر ما كان فاضل للإسرائيلية بلا مشاكل بسرائيلية كل الروايات اللي عم تولى السيد يوسيف دائما عم طلعت التبرير للإسرائيل لأنه عمل هيك لأنه نحن عمل لأنه ما هيد الحقيقة يا داني هيد الحقيقة شو بيضل عيش بوهم أنه العدو الإسرائيلي لأنه عدو لا أكيد ما عم تلخبطوا هلأ هادي اللي عم يطالبوا اليوم بالـ 1701 وبعضهم بيقولوا العدو الإسرائيلي إيريين الـ 1701 إيريين المادة 18 بالـ 1701 يلي تدعو إلى الوصول إلى السلام الشامل وهلأ أكيد رح نحكي عن الـ 1701 ورح خبرك أنه اللي خرع الـ 1701 قبل إسرائيل وحزب الله هي الدولة اللبنانية فإذا أنا ماني عمبر لحدا يومتا جبروا الأمريكان الشيطان الأكبر جبر الشيطان الأصغر بس تعلم دارس يومتا الشيطان الأصغر أنه إذا بفوتوا بطلع ما بقضي عليهم رح يجروا يقوه وفعلا هاك صار ما أدى إلى اشتياح 82 ونفس الشي حصل بالـ 2006 فاتوا يوم تغير الوضع فاتوا لا يقضي بس خليه يكفي الفكرة فاتوا بالـ 2006 كمان دفع شوهم الوراء اللي طاني طلع الـ 1701 على أساس بيتنفذ وظهروا تعلموا الدارس أنه كمان مرة غلطه الإسرائيلية تاني مرة أنه فوتوا ما تقضي عليهم نهيا ورجعوا رح يرجعوا يقوه وهذا اللي حصل مع حزب الله رجع صار أقوى من الـ 2006 بهالمرحلة بـ 11-10 سنة ما يضطرون اليوم أو ما سيضطرون في النهاية إلى اشتياح لبنان اللي قبع حزب الله فإذا نحنا عم نكرر زيت الأخطاء وهن عم بيرجعوا يعملوا زيت ردات الفعل بس أكيد هن عم بيتطوروا يعني كل الناس اتفاجأت اليوم بعمليات البيجر خيا يلي بيعرف يلي قاري كتاب Rise and kill first وبشوف كل العمليات الإسرائيلية اللي عملينا بالعالم الاغتيالات بيعرف أنه البيجر مش جديد عملينا ستة 72 مثلا عملينا زيتها بس بستة 72 كانت تقضي أنه يفوت واحد يشل لك التليفون يحط لك في متفاجرة يدق لك قلوت اليوم صارت التكنولوجيا متطورة عملي لك إيها بالبيجر بهذه الطريقة اللي شفتها فيها فما تتفاجأ هني عم بيتطوروا الجماعة وهني عارفين أنه أنت ما بدك إيهم واخديني احتياطيتهم سؤال ودي جواب صريح نهار السشهاد سيد حسن أصر الله يوسف الخوري فرح أو حزن فرح أو حزن ما كان عندي ولا أي شعور ما كان عندي ولا أي شعور ليه كثير ما بار ما بعرف عندي صديقة بروفسورة قلت لي هديك اليوم قلت لي مش عم حس بشي معقول أنا بدروك شوف سيكلهوغ ما حسا يتبقى شي ما حسا يتبقى شي يمكن لأنه عارف شو بده يصير لأنه عارف بس كان اللي عم بيصير اليوم ما بفتكر كان حدا متخيل أنه يصير بلا يلي يلي قاري عن الإسرائيلية وبيعرف الإسرائيلية يلي بيتابع تفاصيل اشتياح 82 بيعرف يلي صار اليوم بس ما شهد اغتيال السيد حسن رح خبرك رح خبرك رح خبرك سنت 82 سنت 82 أول شي رح أعطي سامري صغير اليوم غزة لمسحت مش هيك شارون ساحب منها سنت 2005 بيسألوا تيري رود لارسون وات نيكست برام مينيستر قالوا بحلم كن قاعد على مركافة وامسح غزة بحلم كن قاعد على مركافة وامسح غزة مسحولوا غزة شو صار كمان سنت 82 سنت 82 لما اشتاحوا لبنان دايما الأمريكيين والإسرائيلية وحل يفكر انه متفقين صار يصير اجتماعات ببيت جوني عبدو بين فيليب حبيب وشارون أول اجتماع كانوا هني بالغلط وصلوا على طريق الشام بالغلط بالغلط وصلوا على طريق الشام واجه فيليب حبيب قال له رجعوا اجتماعوا تاني مرة عم بقلوا طيب شو رأيك يسلموا سلحاتهم ويبقوا خليهم يضلوا بلبنان ويلاحقوكم بمجلس الأمن والأمم المتحدة يحرروا فلسطين قالوا لك رح قتلهم واحد ورد تاني لأنت رح تعرف كيف لدولتك رح تعرف كيف ولا هني رح يعرف كيف إذا بتعرف هؤدي الخبرتين بتعرف إنه لما بيتاخد قرار بالتصفيات وبدون ما تروح لبعيد رجع عام يونيخ بسنة السبعين شو عملوا فيهم لليل عام سبعين كل تصفوا ماشي كل تصفوا شارون حيكي هذا الكلام لو في حدا مطلع وعارف إنه سنة 82 قالوا رح صفيهم واحد وردتاني بدون ما حدا يعرف كيف ما بيتفاجأ بياللي صار مبارح ما بيتفاجأ بياللي صار مبارح طب برأيك رايح الحرب لمطرح يصير في قضاء كامل على حزب الله هذا بالنهاية بيقدروا بيقدروا على قطه بيقدروا على صواريخه أو قسم منه بسهذا حزب موجود بيمثل معظم شيعة لبنان وهو دي ناس لبنانيين وهو دي أبناء الكرة الجنوبية سلوصا طي فيك تقضي على مليون نص زرامين خليك حافظ هو دي ناس لبنانيين لأنه هاي دي النقطة بدي جيوب عليها لا مش لبنانيين خليك حافظ بس عامل انتروديكشون زيري خليك حافظ ها دي ناس لبنانيين سنة 82 قبل ما صار الاشتياح ياسر عرفات كان لبناني هلا هو فلسطيني بس كيف كان لبناني لما تضامن معه جزء من السنة أو السنة كلهم في لبنان كانوا متضامنين معه والقيادات الدرزية كلها كانت متضامنة معه والحرق الوطنية كلها واليسار كله كان متضامن معه شو قال مرة ياسر عرفات قبل اتفقية القاهرة بعشرين تشرين الأول بصير معارك بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في لبنان سنة 69 وجيش اللبناني كان رفق وانتصر عليهم وقامت لإيام وقته ورشيد كرامي اعتزلوا مدرش ويطلع ياسر عرفات بصرح شو بيقول بيقول ياسر عرفات لبنان أرض عربية لبنان أرض عربية ونحن بحقلنا نقاوم من أي أرض عربية فإذا ياسر عرفات كان معتبر حاله ابن البيت متل ما هلأ انت عم بتقلي هاودي لبنانية لا ياسر عرفات ياسر عرفات متل حزب الله متل أهالي جدوب هاودي لبنانيين معطيتك الخبرية دستورك شو بيقول عربي الهوية والانتماء مشاك انت عربي وهذه أرض عربية يعني اللي عمله ياسر عرفات سنة التسعة وستين وقال لبنان أرض عربية اللي حق قاوم من خلال فلسطين إسرائيل نفس الشي يعني اعتبر هاي أرضهم وهودي الشباب هاي أرضهم وهودي الشباب عم بدافع عن أرضهم وهو كان عم بدافع عن أرض عربية ذات الخبرية يعني ما في فرق بين منظمة التحرير وحزب الله هلأ الفرق لا أنا ولا أنت داني منحدده اللي بحدد الفرق هو الإسرائيلي بالنسبة للإسرائيلي بالنسبة للإسرائيلي فات بـ 78 وظهر مليئة نتيجة رجعش تاح بـ 82 وكان القرار أبح منظمة التحرير اليوم الإسرائيلي فات بال2006 وما حسن اليوم قرار يقبع حزب الله لبنان يقبع حزب الله خلص حزب الله خلص مصدق هل كم صاروخ بعده كل يوم بيضرب 200-200 صاروخ بعده عم يدري يدفز عمليات داخل إسرائيل بعده عم يقصف تل أبيب بعده عم يقعد بمفاجآت فينا كتير نقعد داني بسمح لنفسي إحكي بهذا الموضوع فقط لأنه أنا الوحيد يلي دايما كانت معركتي على حزب الله إن كان بالثورة وإن كان قبل الثورة وإن كان بال2006 أنا أول واحد لكن كل مصائب البلد تختصر بحزب الله ما لدينا مصائب تانية أنا مصيبت البلد بالنسبة لأي لي في سلاح غير سلاح الدولة هذه مصيبت البلد كان لبناني مش لبناني أي سلاح غير سلاح الدولة وكنا إلنا بالأول وجاء سكرني خبرك مين اللي ارتكب الأخطاء بالـ 1701 ما زل كلهم عبيحكم بالـ 1701 أنا أول حدا بحرب تموز هجمت حزب الله طلعت على الهوى مع مارسيل غانا مع التليفون وهجمت حزب الله وكانت مفاجأة يومتها وكانوا أصحاب الجماعة وعملت ردة الفعل لأنه أنا ما بيقبل يتدمر لبنان كرميل هيك قضايا اليوم شو بدك تقلي ما تعلمت إنه هو إذا بيجرب وما بتصبط معه رح يقبعك قبعه بده يقبعه وخلص ما فيه مجال المعركة تحددت من أربع خمسة شهر كل الإعلام اللبناني وشكرا للإعلام اللبناني بغطي كتير شو عم بيصير بالإعلام الغربي وبالإعلام الإسرائيلي قال جملي نتانياهو من أكتر من أربعة شهر بدي شوفك عم بتسلم سلاحك للجيش اللبناني ما حدا أعطاها أهمية لهذه الكلمة بدي شوفك عم بتسلم سلاحك لأ شو نتانياهو حريص على الجيش اللبناني لا نتانياهو حريص أول شي على أمنه تاني شي أنا إذا بدأ قراها بالقلب بدي شوف نص الكباية المليان مش نص الكباية الفاضي هذا عم بيردلك سيادتك لما بقله بدي شوفك عم تعطي سلاحك للجيش اللبناني نحن نترين إسرائيلي يردلنا سيادتنا ردة أنت لا ما بتردة لا ما بتردة لحديت هلا يعني أنت عم بتقول بكرة إذا إسرائيل قضيت على حزب الله أنا رح كون منتصر وراح أنبسط لا أنا عم بقول أنه أنا الوحيد اللي إلي حق يقول هيدا الشي لأنه أنا الوحيد من ال2006 ضد حزب الله وبسمح لنفسي مع الإسرائيلي ضد حزب الله ماش مع الإسرائيلي أنا ضد حزب الله ضد حزب الله هلا مني سعيد عقل لو كنت سعيد عقل كنت حكيت مثل سعيد عقل سعيد عقل وقت الاشتياح سنة الثلاثمين قال لهم بزعل لأنه مش نحن حررنا بلدنا وأنا بزعل أنه مش نحن اللي من ال2006 لليوم عرفنا كيف نتخلص من هذا الوباء اللي اسمه حزب الله بس إحنا جيين هلا مراهنين على الإسرائيلي هو يحرر له هيك أنا عشو بدي راهن شو أنا زلمي مبشوطين في يمكن أطلع من عندك هلا تلقيني سيارة برا وتكسل ركيبي شو بعرفني مراهنين كل لبنان مراهن على الإسرائيلي كل لبنان كلهم كذبين كلهم نطرين الإسرائيلي كلهم نطرين الإسرائيلي بس مش عم يعرفوا يقولوا له لحزب الله سلم سلاحك وتفضل على المحاكم يدمرت لبنان مرتين بس كلهم بالعمق أنا بسمح لنفسي يحكي وكان حدا مثلي بيسمحوا لنفسهم يحكوا لأنه قردي حكيين مش انطرنا هلا الظروف وكلمة كبر لا حكيين من قبل لأنه منعرف أنه بده يجي وقت بده ياخد قرار الإسرائيلي بده يقبع وبده يدمر الجنوب قاعد عملي قميس عسمان من مليون متر مربع بدك تستردهم يلي بالألف بالألف وسبعمية واحد ويردين أنه غير مؤكدين أو في نزاع عليهم يلي هنه كيلومتر مربع يدمر الجنوب كله اليوم كرميل شو كرميل مليون متر مربع لفيهم بيترول لفيهم ناس سكنين لفيهم زيتون لفيهم بلوط الماسمر عشو دمرت لبنان كله أرض لبنانية شو ليه ما نتناسل عنا رد الجنوب هلا راح الجنوب كله كرميل ما تتناسل عمليون متر مربع نزاع بس بالنسبة للأكتار الناس بيقول لك نحنا كمان في الكرامة نحنا عم نحافظ على الكرامة أنتو ناس عملة متصاهينين عم تخونوا بلدكن عم تعملوا مع الإسرائيلي عم تخدموا الإسرائيلي حتى بمواقفك في كتار بيعتبروا أنت عم تخدم الإسرائيلي اليوم بدل ما تكون فيه تكاتف وطني حول حزب الله أنا بدي تكاتف مع حزب الله أنا حزب الله بدي حاكمه بدي تكاتف مع حزب الله حزب الله فيه وراء دمر بلدي مرتين ما حدا بيعلى عندي قد لبنان بكركي وبتركي مش فوق لبنان موقف بكركي الأخير أنا ضده لأنه ضد لبنان ممنوع حدا يدمر لبنان مرتين بدي أتضامن مع واحد دمر لبنان مرتين وما قبل يفل إلا ما دمر لبنان ودمر شعبه البيئة الحاضنة طبعه كذب 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 ويني البيئة الحاضنة؟ ويني البيئة الحاضنة؟ بتعرف أنه أنا صار عندي تقدير كبير للفلسطينيين بس بلشت الحرب على لبنان؟ لا تبكي شعبا يسعدوا في جلد نفسه وكينت بمحلة عن جد يسعدون في جلد نفسهم أنفسهم الفلسطينيون لماذا تأخر المعركة سنة؟ بالرغم من كل ياللي عملته حماس والإجرام طبع حماس الشعب الفلسطيني بغزة من فك عن حماس وهذا اللي أخر الفلسطيني سنة عفوا الإسرائيلي سنة أخرهم سنة لأن ما ينفكوا ولك يمشوا معهم ولك يفوت الإسرائيلي من هون يرجعوا ويرجعوا عبيوتهم من تاني مال هذا التمسك بالأرض هذا التمسك هذا موجود في لبنان كمان لا مش موجود ما فيه تمسك اليوم مش البيئة الشعية تقريبا كله مع حزب الله خليك معي أخروا المعركة سنة راح منهم 43 ألف اليوم بدي يقول عنهم شهيد هاضي العبرياء اللي ماتوا بغزة اليوم بدي يقول عنهم شهداء ما نفكوا عن حماس وأخروا للإسرائيل سنة عنا شو صار اللي عم بموتوا بلبنان مش شهداء لحظة داش مات بلبنان داش مات بلبنان يطلع عفخاي أدرع يطلع عفخاي أدرع ماشي عمل لهم بنيك سكرت الطرقات بجنوب وين البيئة الحاضنة نواف الموسوي وقاسم عصير وما بعرف مين يطلع بيقولون كيف بدنا نظهر نحن من الجنوب ما هيدا جنوب كله حزب الله وين هو جنوب كله حزب الله بس عمل لهم هايك بب فلوا كلهم طيب شو بدي فيونين تحروا بس هنين مؤيدين لحزب الله هايدي أكبر اللي عم تتدمر بيته اللي عم تخسر ابن عم تقول تطلع تقول فيداء السيد هايدي أكبر برهين فيداء السيد حاكي على التليفزيون هيدا أكبر برهين انه البيئة الشعية ليست حاضنة لحزب الله انه ما بيقى حدا بجنوب بيعطيهم الإشارة بالضاحي بيظهروا كلهم طيب شو بدك يوم يموتوا ويني البيئة الحاضنة اليوم حزب الله ليش خسر يوم حزب الله ليش خسر بها السرعة لأنه سنت الستة وتسعين أنا يوسف الخوري العبد الفقير اللي قاعد قدامه كنت متضامن مع قانا وكنا عم ننقل الجرحة من قانا وكنا عم نهاجم العدو السريوني هلا مش متعاطف لاحظة لاحظة بالألفين وستة بالألفين وستة كل اللبنانية كانوا وراه ورجعوا راحوا وعطيوب الدوحة كل اللبنانية أنا بالألفين وستة ما كنت معه بس ما فيي إنكر خلق له حاضنة ميشيل عون ونجروا الكل وراه وكله وجملات يلا كيف تجي الهواء بيمشي كلهم بشين هاك قدر يقول انت صارت وسكتوا على الكسب يتبعوا لأن كلهم احتضنوا بس اليوم ما حدا محظوظنا بشين هاك نهار بسرعة ما حدا محظوظ لك مبارع جبران بسيل نكروا ولك نكروا أنا استحاد استحادت أني أنت إلى طائفة من طائفة هذا الرجل جبران بسيل أنا زعلت أنا مبارح مبارح إذا أريدك مبارح زعلت على سيد حسن لما جبران بسيل نكروا زعلت على السيد حسن مبارح لما نكروا جبران بسيل شو لما بسيل عميان مصلحته والسيد كان السيد كان مغشوش لعنده بيقى حاضنة ولعنده حلفاء للأسف للأسف عن جد مبارح زعلت ولو معقول هذا الحكي كرميل شو تتحافظ على كرسي ما بدي يعطي الكرسي ولا ما بدي يخليك تترشع بعد يوم عن نيابة إذا كان مع الحزب مش مبسوطين فيه أشرف لو يضل مع الحزب أنا عدو إذا عم تكون أنا وياه واقعة عديم مما بقتله عدو كيف حليفة كيف حليفة يععي بالشوم يععي بالشوم يا حرام يا سيد حسن يا حرام يا سيد حسن شو أكيد هتزت أعظامه بالجن مبارح قلت عنه بالجنة هو بيقول بالجنة أنا عم بقول هو شو بيقول يعني يعني هو بيعتبر حيله شهيد وبالجنة رح حول زيت التعبير اليوم مش متعاطف مع هالناس عم تخسر بيوتها عم تدمر رزاقها عم يضطروا يقعدوا بمقاوة بمراكز بعيدة عن بيوتهم ما بتتعاطف معهم أنا أهلا وسهلا فيهم والله بيشهد لكم حدا شيعي بالزيت أنا لقب تليفوني تفضلوا لحدا بيستر جي يجيل عندك مع هاي المشكلة عم بعينوا فيها نفسك بداخل البيئة كنت رحل لك أنا سعيد سعيد لأنه أول شي تبين أنه هذه البيئة الشيعية ليست حاضنة لهذا الحزب هلأ هني عملوا مؤتمر من فترة بالسمال فيل نخب شيعية أنه أوكي وعين الوضع بس عندهم خوف أنه يحكم على اللبنانيين الآخرين وراتهم الحزب لدرجة صاروا قلقين من أنهم يحكم على اللبنانيين الآخرين يعني الجماعة عارفين وين مصبتون والله العظيم وبغربة ابني أنا اتصلت بناس شيعة أو فيها أكتر من موارنة ووقفوا حدي أكتر من موارنة عندك مثل رأي على إسرائيل لا لا شو أحكي لش أني مش حارفين شو عم بقول لش أني مش حارفين شو عم بقول أكيد عم بيعرفوا شو عم بقول أنا وأنا ولنهار ولنهار هجمت الشيعة وما بدي يقعد هلأ استغل الوقت معك تخبر أنا شو عامل مع الشيعة وشو الشيعة عاملين معي اليوم في دعوات مكتار لحزب الله أنه رجعوا إلى لبنانيتكم أن تخلوا عن إيران رجعوا على الحبس تكون تروحوا على الحبس أهي على الحبس بدكن تتحكموا كحزب الله أنتوا دمرتوا لبنان مرتين أنتوا خربتوا لبنان كيف بدأ وهم أنه تقعد تحبس حزب الله يعني لو ما أجل إسرائيلي وعمل اللي عملك شو كنت بدك تعمل حزب الله هذه الحقيقة المش لازم تخبية اليوم بدك توقف الحرب بدك تاخد مبادرة أول مبادرة مثل رح أعطيك شوية إشي بين عملوا بسرعة وبيخلي الإسرائيلي يوقف الحرب بده يعطي أمر أيدي الجيش لكل المحطات بس يحكي عفيف هذا اللي هدد الأمتيفي مبارح بيزو وي الأمتيفي رفع الدعوة على حفيف ولا أنا مغلط بدك ترفع دعوة بدك ترفع دعوة حزب الله وأنحني أمام هذه المحطة لأنه بدك ترفع دعوة على واحد مغتصب الإعلام في لبنان تشهد رأيه عم بيطلع يقول رأيه لا لا مش رأيه عم يتجنى عم يتجنى بشرفك ما أنا بظل مسموم من الأمتيفي على الناس اللي بتطيلعهم لاش بتطيلعوا غير أبوائه في حدا حد الأمتيفي لو كوصلوا بليلي بمقدمة الأمتيفي عم بيقولوا ارتقى صاروا الأمتيفي يحكوا لغة حزب الله يقولوا ارتقى لا لا هادي في نكران الجميل يعني بيستاهلوا جبران بسيل هنا في نكران الجميل لو كي خي فتحت لكم الأمتيفي اليوم ما بتشوف لليوم سيدات الأمتيفي المزيعات بيلبسوا أسود لليوم سيدات الأمتيفي بيلبسوا أسود شوال حكي هذا حكي بس رداني حزب الله اليوم كمان بده ينبش على خصم بالداخل اليوم ما انه قادر يواجه إسرائيل ما في تكافؤ ما في يعمل فتنة بالداخلية يهاجم القوات أو الكتائب أو اللي هنددوا شايف الأمتيفي محطة أعلمية ها يلا منهجم ها يش أثر بالقوات والكتائب هلا ما فيه جمع لا لا بلا ما أصف فيه ما صفقوا لسامير جعج عم بارح بزيت البيان عم بقول سامير جعج بس هالحملة المعمولة على الأمتيفي الي هي منظمة أكيد مش هدفة خصم داخلي هدفة ناس ما بتعرف تخسر لو عارفوا خرصروا بالألفين وستة ما وصلنا اليوم لهون واليوم مش عارفين يخسروا أنا بيخد الأبواء الأبواء طبعا في كم حدا بيطلع بيحكي إشياء سوريالية خارج الزمن أنا قلت أوكي بس مات السيد أنه رح يسكته لا لا رجع طلعوا يحكوا في واحدة تطلعت تتخبرنا شو عم بيعمل بالجنة هلأ لا لا في انفصام أنا عوقات عن جد بخجل إن اللبناني بس اسمها عاودي كيف بيحكوا يعني أنت من أنصار نظرية ما بيشبهونا لا قلتلك في شيعة حسن المويرنة بش قصة ما بيشبهونا بس هيد الجماعة حزب الله اللي بدي إيهن يتحاكم وهو دي ما بيشبهونا الإيديولوجية الإسلامية الأصولية هيد اللي ما بتشبهنا أوكي بس هيد إن كان عند السنة وإن كان عند الشيعة هيا بتشكل اليوم نسبة كتير كبيرة من طائف الشعي يلي هي بتأيد حزب الله برهنت لك إنه النزوح اللي صار من الجنوب يؤكد إنه هيد البيئة ما كانت حاضنة وطلعت شو بدك يكون يبقوا بجنوب تتدمر بيوتون فإذا كيف تكون بيقى حاضنة لو بقيوا بجنوب إسرائيل ما قدرت عملت اللي عم تعمله هلأ لو بقيوا ببيوتون ما كانت قدرت إسرائيل كان صار في مجازر شو كان صار في مجازر أوكي كان على قليل حدا حكي بالمجتمع الدولي ولوك يا عمي بس بلشت غزة قامت لأيام وصار فيهم زهرات ولو كانت ممولة بكل العالم ولو عمي ما حدا حكي فينا ولك تعرف شو اللي بيأسفني ولك في بعض اللبنانيين يلي بدك تسمح ليلت اللي ما بتسب بلأ أخلاق رح اكتفي بلأ أخلاق ولك وقت صارت غزة ولك حرقوا ديننا استفزونا بشكل طالع نازل غزة غزة لا رعولي شعوري إنه بعد عندي إمات لبسي أسود أنا من وراء الفلسطيني ولا شي غزة والتضامن صاروا يتهمون بالعمل مش متضامنين بس بلشت الحرب على لبنان معش سمعنا صوتهم يا عيب الشوم بخجل ولك كيف أنت لبناني هاي مشكلتنا اليوم بلبنان هاي دي الحقيقة اللي مش عم نخبرها في ناس رأسها برات البلد برات لبنان هاو دي اللي رأسهم برات لبنان من حزب الله وجر هاو دي على الحبوسة بس حزب الله رأسه برات لبنان هاي دي المنظومة كلها يلي اليوم حاك بقدر تفل إذا بفل حزب الله وبيبقوا هاو دي الحكام ما عملنا شي ما عملنا شي بس حزب الله كان عنده وهم إزالة إسرائيل اليوم في قسم اللبنانيين عنده وهم إزالة حزب الله هاي ده وهم هاو دي ناس بيضعف أوكي بس بيزول ممنوع يرجع يتعطى سياسي ممنوع عنده أكبر كتلة نيابية بكرة بأي انتخبات نيابية رح يجي بيفل له علماء هذا البرلمان البرلمان اليوم ممنوع ينتخب رئيس جمهورية هذا البرلمان ممنوع ينتخب رئيس جمهورية أنا معاركة مش إنية أنا معاركة مستمرة أنا كنت كنت ضد الانتخبات وكنت قول إنه تروح على انتخبات تحت الاحتلال فإذا يا المحتل مش محتل يا أنت عامل للمحتل رأحوا كلهم على انت وخصوصي هاو جامعة الثورة هاو التغييريين هاو دي بالذات هاو بدي أخدهم على حبوسي كلهم شو بك بك تحبس كل العالم لك يا خي آه كل المنظومة بدأ تروح على الحبس هاو بدأ تفلم من لبنان هاو شو قالوا علاقة بلمنظومة التغييريين هاو دخينوا الثورة راحوا على انتخبات طلعوا فتو على الثورة تاقي عملوا نواب لاش أنا لاش أنا وصديقتك نيدال أيوب منعمل محاضرة بشباط الـ 2020 ببيت الأحرار المركزي ومنقول القضاء على الثورة يكون في الانتخبات النيابية وبيطلعوا هاو الناس بيروحوا على الانتخبات وشو عملوا شو قدر عمل هذا البرلمان راحوا قعدوا مع الاحتلال تحت زاد سقف البرلمان يلي هو حزب الله الخائن والعميل راحوا قعدوا معه هلا بدون يقولوا لأنه بدون يعملوا رئيس هذا البرلمان ما بينتخب رئيس جمهورية لأنه هذا البرلمان غير أهل أن ينتخب رئيس اركابه قوية ورأسه مرفوع بيروح على السلام على السلام على السلام مع اسرائيل رول ما مشارين لـ 1701 بدك رئيس جمهورية رأسه مرفوع يروح على السلام ما بقفي أنت اليوم أمام خيارين أنت اليوم أمام خيارين سيبك رأس السلام مش على هدنة مثلا أنت اليوم أمام خيارين في بعضهم بيطلعوا قلتلك في ناس عم بيخبرونا شو عم بيعمل السيد بالجنة وعم بيخبرونا أنه هوية لبنان بطلوا يقبلوا لا عربي ولا أنتماء عربي صار بدهم هوية لبنان هوية مقاومة يحترق سلسفيله البلد بيش مهم في ناس بده هوية لبنان هوية مقاومة أنت أمام خيارين أو بتروح على هيدا الهوية ورح ضل تأكل قاتل خمسين سنة جديد أو بدك تختار أنك تروح على العصر الجديد يلي فتت في المنطقة العصر الإسرائيلي العصر الإسرائيلي يا حوهينا كنا بالعصر السوري بالباكسا سيريانا رجعنا على الباكسا إيرانيانا وهلأ فتنا بالباكسا إزرايليانا انتبه مش جديد على لبنان مش جديد على لبنان هذا كلام إذا أطبق عليك لأنه تنحبس عليه تتحك أنا بنحبس بس يلي دمر لبنان كلو ما بينحبس لبناني عنده ناس في البرلمان بس أنا بيطبع علي خي فاتت المنطقة بالباكسا إزرايليانا هاي دعوة للتطبيع مش دعوة للتطبيع ما الـ 1700 هو أحد يلي كل اللبنانية عم بيطالبوا فيه إيران مادة منتعش الاستعداد للزهاب إلى السلام الشامل وشي استعداد عم بيلك استعداد وفي المادة خمسة طبعه بيردك على اتفاقية الهدنة مع إسرائيل الطائف بالمادة التالتي طبعه الاتفاق بيقول بدنا نرجع نحية اتفاقية الهدنة مع إسرائيل ليش اليوم كل الناس إسرائيل عدو يا خي وكلكن نمتوا على 1701 18 سنة بتكون يني صدقكن اليوم انه انتوا بتكون لـ 1701 وبعدكم بتقولوا إسرائيل عدو بيطلع واحد بيطالبك بالـ 1701 بيقول لك إسرائيل عدو كيف دك تطبه يا خي ما بيقول لك بالمادة 18 عم بيقول لك شو وبالمادة 5 عم بيقول لك شو الحل اليوم هو 1701 ما بعرف إذا لكن الحل هو بنيمين نتنياهو شئنا ما باينه كيف بنيمين نتنياهو مثل فايصل عبدالسيتر بشابه بحب يسمع صوته بس بيسمع صوته واحده عندي صديقة ديبلوميسية مخضومة قلتلي شو بروح يتفاوضوا معه ما هو بيحكي مع حاله ما بيحكي غير مع حاله اللي أجيب نتنياهو لو فايصل عبدالسيتر لب ما فايصل بيحكي وحده ونتنياهو على بسجل فيديوهات بتصمع حاله أخذ القرار قال لك شو الطريق والطريق خلينا نشوفه على كبير نسيلي إذا نتنياهو نسيلي مين خلف القرارات اليوم الأمريكان عم بيحكي عم بيحكي سولة نتنياهو نفس الشي بتناوه تمانين بتناوه تمانينكا بدوا خلونا منظمة التحرير الأمريكان كان الإسرائيلي بدوا يعزل لبنان ويعمل معه سلام ويشكل محور بين لبنان وإسرائيل ومصر راحت مع بشير يجميل اليوم ذات الخبرية اليوم الإسرائيلي شو بدوا بدوا يقبع حزب الله وبدوا ترجع الدنيا ريئة هلأ سلام مش سلام هذا واحد بدوا شيل للأصليات من المنطقة أنا كمسيحي ما بيقبل لا حزب الله والحمس هاودي يلي بي تقبل بالإسرائيلي يخي الإسرائيلي بعد ما قال بالدستور تابعه أنه كل أرض يتطاقها رجل مسلمين هي أرض للإسلام بعد ما قالها الإسرائيلي بس كنت تشوف الحخامات شو يعملوا بالمسحيين وبالكهن والرهبات نسيلي هالحزبين اللي بإسرائيل وعندهم أربع نواب بالمجلس نسيلي إياهن هاودي بالهباح بس ما كان يسافز مشهد يبزع على الرهبات ولك هادي أوهام إسرائيل الكبرى أوهام إسرائيل الكبرى أوهام في إسرائيل على الأرض يلي اشتحتك بـ 78 ويلي اشتحتك بـ 82 وظهرت جنوبك معمر مش مدمر جنوبك معمر مش مدمر وفي إسرائيل طبع اليوم في شيء واقع على الأرض زال ما شو بده؟ بده السلام بده جماعته بالشمال يكونوا ريئين غزة حصمت راح تصير كوزبوبوليتن سيتي تحت إدارة ناتو عربي هذا اللي بده نية الإسرائيلية ولهالأسباب نسحب بالألفان وخمسة شارون كان مطلوب أن تصير سينجابور الشارع هم راح السنوار عمر خنادي أو أمثال السنوار المهم أنت اليوم أمام خيارين داني عليك أن تختار كلبناني بدك السلام ولا بدك الأصولية تبع حزب الله والأصولية تبع حماس بدك أصولية حماس وحزب الله جاهر ما تطلع تقول أنا ضد الحرب معك بس ضد الحرب أو مع حماس بس ضد الحرب أو ضد المساند بدك تطلع تقول أنا معك للآخر وتفوت بالمعركة هذا اللعب على الكلام بقاش يصبط أو بدك تقول بدي روح على السلام وبد المنطقة تستقر نسي للإسرائيلي وراها أو الأمريكاني وراها هيديك قلتلك بتناوت مني الأمريكاني كان ضد في المنظمة التحرير الإسرائيلي كان بده يفللها بشير يجميل أخذ الخيار الإسرائيلي مش أخذ الخيار الإسرائيلي كان إله سبع سنين عم بقاتل الفلسطيني يعني أكيد بده يأخذ خيار الإسرائيلي ونفس الشي اليوم بدك تقرر نسي لي أنه نتنياهو اللي هاجم اعتبر حلف الناتو اللي هاجم بده يشيل الأصوليات من لبنان أنت معه ولا ضده نسي لإسرائيل وفي الأصوليات بده تعمل لبنان هوية مقاومة حيش بقى نكذب بتخاف نكون راحين إلى حرب داخلية أو حتنية؟ أبداً مين بده حارب الداخل لبنانيين بمبعط ميم لا ليش إذا اليوم صار مشكل بأي مركز هذه الشيحات عم بطيلاع حزب الله بأيامه الأخيرة هذه مثل ما رحبنا من 2006 إلى اليوم كل الدعية طبعه هي ترهيب لا نعمل ولا نسوي وبعده بيطلع بحد دك بدي أرجع فوت إحرق دينك هذه كلها دعيات فاضية لبنانية ما حدش بدي حارب حدا أول شي مع الفلسطيني كان فيه تضامن مع الفلسطيني كان كل الفريق اليساري والفريق المسلم متضامن مع الفلسطيني اليوم ما حدا متضامن مع حزب الله مين بده يعمل؟ في حزب الله بده يعمل ضد 18 في اسم كبير من الطايف السنية متضامنين مع حزب الله في بعض المسيحيين متضامنين مع حزب الله أبداً أبداً إذا بتسمع سني عم بيقلك هالكلام أقول له كزاب أنا بتحمل مسؤولية كلامي إذا بتسمع سني عم بيقلك أنا متضامن مع حزب الله أقول له كزاب عن السني السن يرفض أن تبقى إسرائيل بفلسطين بس يشد ضامن مع حزب الله وجنبلاط منعرفه بدون منقول عنه كذب ما حدا ما حدا ما يعني منعرفه منعرفه أنه شو جنبلاط تخيل أنا بكرة بده يفاوض عنه جنبلاطه بري شو المهزلة ممكن تعمل مثلا وثائك عند السيد حسن ما بيغريك الموضوع أبدا ممكن عملت عن البشير جميل ممكن أعمل شي عن الحالة طبع حسن بالسنوار لأن أنا بأحدى المقابلات قلت هيدا الشخصية مثل شخصية هتل اللي ما بتفل إلا ما تدمر شعبة ومدينتها مثل هيروهيتو مثل موسوليني ممكن أعمل هالحالة هيدا اللي ما بيفل إلا ما يدمر شعبه ممكن أعمل وسائقي عن هالنوعية من الشخصيات ما بعرف شو اسمها حتى ما عندي اسمها بس إن السنوار مات مبارح يعني خي لا السنوار شيء والسيد حسن شيء تاني وخي بالآخر اتنينهم أصولية في إعاقة يعني طلعت بالآخر هلأ المناصرين طبع السنوار البطل كان عم بقيت الفوق الأرض شو يعني السيد مش بطل مات تحت الأرض ما بعرف إذا هيك أصدهم يعني شو هالبا بيكون عم ينقل من خندة لخندة فهو الأرض بيكون عم ينقل من خندة لخندة لخندة أعلمت من كم شهر إنه حضرت وثائكي عن رئيس بشير جميل وين صار هالوثائكي ما بيحملوا لبنان ليه يعني هلأ لأنت فيه بتحمل متهمينة أنه هي عم تعمل حرب أهلية بلبنان أنا ما بيحمل وثائكي طبعا يكون هو اللي عم يعمل حرب أهلية بلبنان ليه وثائك عن بشير جميل بلد يعمل حرب لأنه لأنه أرقام لحسابات بالبنك المركزي طبع الفلسطينية قالوا لأ في حرمة البنك المركزي في السرية المصرفية بشير جميل كل الناس بتخبرك خبار عن نهارية وخصوص المحيطين ببشير يلي يلي كمان هن راحوا بوهم المقاومة وحسن نصر الله وبدريشونه بدون يفصلوا بشير عن العلاقة طبعه مع الإسرائيليين بس ما بيعرفوا أنه بنهارية سبب الانفعال اللي صار بين بيجن وبشير جميل الانفعال الحقيقي لا مش قالوا بدك تمضي سلام مش هايدي كانت المشكلة كانت المشكلة سعد حداد سعد حداد وبشير ما كانوا زبطين وسعد حداد وبشير كان بدو يعمل تمثيلية أنه يفوت سعد حداد يخذ على محاكمة المحكمة العسكرية وما قابل بيجن اتوطر رجاء قالوا هذي مناضلين وناضلوا معنا قالوا هذي أشرف واحد من لبنان بشير اعتبره أنه بيجن بلش يتدخل فيه أول ما إجا شارون أول ما إجا شارون بـ 12 أيلول على بكفاية كان بدو يزيل هالسوق التفاهم أن الخيير ما بدو يتدخل بشؤونك بيجن ورجو حطوا خطة كيف تكمل العملية وكان فيه اجتماع مفترض يصير بـ 15 أيلول بعد ثلاثة أيام مع شميطة تبلش تتحضر اتفاقية السلامية اللي اتفقوا على كل شيء بيناتهم بشير بيجيب الأخصائيين طبعه وهذاكي بيجي شمير هو اغتيل بشير بـ 14 اغتيل بشير بـ 14 وهوني خليني نخبر شو صار يعني يومته يومته بشير على ظهر سنه بس على دينامية كتير قوية بالتفاعل مع الأحداث كان رايح على أبرهام أكور أخذ القرار كان رايح على ما يعرف اليوم بالأبرهام أكور اجي المعسكر الآخر جون بلات اي كومباني وحركة وطنية وفيما بعد حزب الله واصليات ومدرشيني اغتيل هذا المشروع اليوم اجا الاسرائيلي يغتيل يلي اغتيل بشير لأن المنطقة رايحة على أبرهام أكور شاء من شاء وأبا من أبا والاسرائيلي بدون يزيد كل حدا ووقف بوجه هذا المشروع مش الاسرائيلي بس شفتلك شعربي فتحتمه أبرهام أكور السعودية اسرائيل أمريكا والترجمة ستتم في غزة الكوزموبوليتن سيتي المستقبل لمدينة غزة تحت ناتو عربي عليك أن تختار بدك تضل تقاوم ولا بك تروح على أبرهام أكور يلي راح علي بشير لا مش عد بابة إسرائيلية لا مش عد بابة إسرائيلية يعني ما بشير إجا عد بابة إسرائيلية لش الإسرائيلي فات على لبنان بشير رئيس شو وين كان الإسرائيلي شو وين كان الإسرائيلي لش بشير كان عارف ستة حزيران أنه فات الإسرائيلي رح نرجع نخبل خبرية بستة حزيران أميني جميل كان عم يعمل خطاب على استراد مننا الشروحي وإستراد عسكري خطاب شبه رئاسي بفوت حدا بيوشوشهم للشباب بيقول لهم إسرائيل صارت بصور ما حدا كان عارف ما حدا كان عارف شارون ما كان عارف شارون كان برومانيا وبخمس الشهر وعم تنزل طيارته بتال أبيب كان فيه أصف على البنطقة ومدرشه هنه برمت برمتين ثلاثة تقدر تنزل الطيارته وإجهوا على اجتماع مجلس الوزراء بالليل وأخذوا القرار بالاجتياح الساعة ثلاثة كان على الجبهة وعم بحط الخطة وشو الأهداف ومشي الهجوم ما حدا كان عارف بالهجوم خلينا نرجع لوثائك بشير هو أنجز سوى عن كل حياته عن أي فترة عن شو تحديدا لك هو جبنا كل أعداء بشير يحكوا عن بشير يعني جبنا كل الأفريقائي اللي كانوا ضد بشير الاشتراكي المرابطون الإسلامي اليساري الحرك الوطني جبنا كلها ودي يحكوا عن بشير هايدي سماع الخبرية منهم اليوم ما تسمع ما بقش تسمع من كريم مقردوني اختلف رأيهم بشير لا قالوا الحقيقة يلي عم بتقلي مش دايما بتنقل بأول الحال مش نايم لعلا من سريعا بدي منك سريعا كتير تقول رأيك بهالأشخاص أو توجه لهم رسالة لهالأشخاص رح سمي لك يون الباتريارك الراعي يفل على البيت ليه يفل على البيت مش بدك رأيه بسرعة هذا الخطاب هذا خطاب مزل هذا البيان والحظ القمة الروحية القمة الروحية هذا خطاب مزل يفل على البيت هذا البترك لا يمثلوني بعد الآن جبران بسيل يفل على البيت معقولة يا خان السيد مبارح على السحاد والله ما زعلت على السيد قد مبارح يفل على البيت شو هذا 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 اللي بيطلع بيقلك اللي شوية جبران بشير إجعد بابة إسرائيلية وين كان هذا الفرخ وقت بشير إجعد بابة إسرائيلية شو بيعرف من تاريخ لبنان يفل على البيت سامير جاجع بده يبيعنا إياها شو يعني شو يعني لك جبران التسق بحزب الله نهز حزب الله نهز جبران سامير القوات اللبنانية يلي بحترمها كتير وأقرب نسلق لي في كتير هالعمودية بين التيار والقوات اللبنانية هو اللي أحيى القوات اللبنانية إذا القوات اللبنانية رح تضل مراهنة على إنهيار جبران ما رح تروح على مطرح تاني رح تكل هي الضربة يعني نهز الحزب نهز جبران إذا القوات اللبنانية مراحت على مطرح تاني وأبعد رح تنهز القوات اللبنانية وهذا إن شاء الله ما بيصير إعمال جوزيف عون قوة اللي هو مرشحك المفضل لا 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 بسأل حبيب قلبي الجيش اللبناني في محاسبة هلأ إذا أنت نائي بالمجلس النيابي بك تنتخي برئيس بالمجلس النيابي لا ينتخي برئيس بالمجلس النيابي إذا كنت موجود اللي برأيك هذا الشخص أنسب أنا في عندي هلأ الجيش الجيش فينا نرجع نهرب بالآخر أنه السلطة السياسية هي اللي بتعطي القويب هلأ شو موقفي أنا من الجيش اليوم موقفي من الجيش أنه هيدا السلاح كله اللي فات على لبنان وعى الضاحية ومنتشر بالمناطق كيف فات وين كان الجيش بهذا الوقت هلأ بيقول لك أنه السلطة السياسية لأ بلع عنده قدر الجيش ينقصم تاني يوم ما بينقصم ينقصم كم شيعي فيه ينقصم مخبار طيب هيدا حقيقة مش عم نقولها لألف سبعمية واحد شي بيقول لألف سبعمية واحد بيقول على كل الدول أنه ما حدا يبعت سلاح بقى على لبنان إلا إذا الدولة اللبنانية بدها وممنوع 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 إلا إذا الدولة اللبنانية بدها أكتر حدا خرق الاتفاق الطائف سوري اتفاق الريزولوشن ألف وسبعمية واحد هي الدولة اللبنانية قبل ما تقل طلعت كم طيارة إسرائيلية بالجو ما هني خرقوا هني المسؤولين أنه ما يبطل يفوت سلاح على لبنان هني المسؤولين عن كل هون هون شو دور الجيش هلا ما بقدر إحكم يعني ما بدي أظلم جوزيف هون يلي هو كان ضابط كتير أبضاي وبحترمه وكنا بوقت من الأوقات أصدقاء بينا أصدقاء بس ما عدنا يعني لتأينا جوزيف هون عم بيورت من أربع زباط عملوا رؤسة جمهورية يعني تجربتنا مع ثلاثة بالعصر الأخير إيدات جيش مش كتير مشرفة وحتى مع فؤاد الشيب أنا مش عجبتني التجربة حتى مع فؤاد الشيب والمكتب التاني طبعه يلي بعد اتفاق القاهرة صار يساعد الفلسطينية يعني الناس بتخمل أنه فرط لبنان لأنه الرئيس فرنجية حكامهم وكحاتهم لا ما هني صاروا صاروا يساعد الفلسطينية بدل ما يضبطوا لهم حركتهم وفؤاد الشيب اللي هو دور كتير كبير بإتفاق القاهرة وصديقة ويساعد نشر كتاب والدكتورات تابعوا عن هذا الموضوع فهالأربع عيدات جيش يعني بلش بفؤاد الشيب يلي خلص عهده وبعد ثلاثة شهر صار أول صدام بين الجيش اللبناني واحد واحد الخمس وستين بيطلع يسر عرفات وبيقول عن عملية أم الفحم أو شي ضربوا محطة مياه إنه بيتحمل مسؤوليتها من بيروت هون بلشت الخبرية تلعب إنه شو يعني كنت ضبطة وقت عهدك بس إجا شارل حلو فرطت جوزيف عون أنا بفضل ما يقبل فيه بس في دورتيني بحبه كتير لجوزيف عون ما أتوقعه وما كتبناه نحنا كليبانسيناكل ونشرناه بالمؤتمر طبعنا بأدارة العشرين اتنين وعشرين عملية الإنقاذ والنهوض بلبنان ما أتمناه لجوزيف عون دور مع اليونيفل بإيادة القوى الدولية اليونيفل لتطبيق عن جدل أف سمامي وآل خمساتاش تسعة وخمسين وما بحب يكون عنده طموح يامل رئيس جمهورية وخصوصي بهالوضع وخصوصي بهالوضع لأنه اللي قبله ما كانوا مناح شيخي الشيخ نعيم قاسم شو بتقله لا يقدروا عيدي أسخة لبنانية بقلهم سكتوا لأنه أنا مش منرجع قول الحلقة مش سقف اللي عيلي الآخرين سقف واطي أنا سقف هو الحقيقة أنا شو عم بقول خيير ما عم بقول شي غلط بأنا كم شوني صاروا ثلاث مرات كمشيني أجهزة المخابرات ودايما نحطين لإسرائيل على الطاولة بس أنا ولنهار كنت قيل شي مش حقيقة يعني لما بسبت له أنا شو قيل ومن وين مصادر رأيك بيخدم الإسرائيلي خي ليش رأيه بيخدم الإسرائيلي أني برأيك هيدا الإسرائيلي هيدا الإسرائيلي يلي بيعرف البيضة من بادة والنملة مين ما بعرف شو وإيد مين بجيبت مين ناطر الامتفي ويوسف الخوري تيستفيد من مواب شو بدي يستفيد رأيه برأي الإسرائيلي أنا اللي صار كل اللي صار إحدى المقابلات بترجمة مركز بحوث بأمريكا الممرز وبعرف عنه أي شيء والظاهر هذا من أهم مراكز البحوث بأمريكا لما ترجم المقابل طبعي لقوا الناس أنه أخذ تليفزيون يهودي وعلق عليها وأخذ الفوكس نيوز وعلق عليها هلا مش مهم أخذوا وعلقوا عليها يرى تايكي تما استفز الآخر ما بينشرهم أو ما بقول عنهم بس ياريت تعرف كيف خلصوا تنيناتهم كانت كتير مهمة لألي أول تليفزيون بيقول هذا جوابا عاول الحل بقول هذا الرجل يقول الحقيقة ومن يقول الحقيقة هو شجاع والشجاع يذهب إلى السلام شوف شو الكونكلوجين تاني واحد بيقول هيك ناس هني معمولين للأبرهام أكور يلي بيني وبينك أنا الأبرهام أكور أنجا قاري عرفت كيف بس تاخد هاي بتعرف لون رايح المنطقة استفدت منها بس أنه ما عد شفت حالي وشو خدامتوا للإسرائيلي بيش عرفك أنا شو بدي أخدمه يعني شو بدي أخدمه للإسرائيلي أتمنى الإسرائيلي يخرج من لبنان من هالكام كيلومتر اللي ممكن يحتلن أو يبقى بصراحة ما بعدني أعبر لك أنا مثل ما أنه ما بيخدموا ما فيش أتمنى لا فيه يخدموا لا فيه يتمنى الإسرائيلي بدي حط إجروا على الأرض بلبنان قبل الانتخابات الأمريكية بدي يقول كلمته وديفرط حاله بعد الانتخابات الأمريكية إذا طلعت ترامب رايحين على الفصل السابع إذا طلعت كاميلا نتنياهو رايح يخدنا على الفصل السابع يعني بكل أحوال رايحين على الفصل السابع ضرورة رايحين على الفصل السابع رايحين فرد 1701 بالقوة 1701 غير 1701 لأنه إذا بتقرع عن جد إذا بتتعمق ببنود 1701 وبتشوف اديش خرقته الدولة اللبنانية وهم بيقلولي إذا بيقدر الجيش وإذا بتقدر الحكومة وإذا ما قدرت الحكومة خلاص بدا تيجي بده يجي حدا يقول له نافزه ما أصلا هن موجودين في 22 مؤسسة تابعين للأمم المتحدة عم بيشتغلوا على الأرض في لبنان شي عم بيصلح لك لبنوكي شي عم بيصلح لك الجيش شي عم بيصلح لك مبهرشو هؤوا موجودين عم بيشتغلوا على الساكت ساعة بصيروا يشتغلوا فعليا يعني هذا المشروع اللي قدمناه نحنا بالعشرين اتنين وعشرين كاتبينه كانت كل الثورة ملهية بيرسوا بيغنوا بيعملوا مؤتمرات نحنا خلص هيدا المشروع بعشرين تماني الفين وعشرين يعني بعد انفجار بيروت بستة عشر يوم كنا نبلشين في قبل هيدا اللي عم نقوله بده يجي حدا وهي التجربة نجحت بالمتصرفية كلهم بيتغنوا لك بالمتصرفية في دلاليين ومش في دلاليين ووقت المتصرفية كيف حشنا وكذا هيدا اللي تطبع ووقت المتصرفية رجاء وعدوخي وكله بفل بعدين انا بتشكرك يوسف الخوري وكل اللي قلته بالحلقة اكيد تتحمل مسؤوليته ليش دازلك سؤال انا قبل ما نفل كل هالناس بيعملوا مقابلات الا معي بمقابلاتي بحطوا بالقوة وبتعمل مسؤوليته لانه اللي بتقوله اختار غيرك ما بيقولوه وليه اللي كتير اللي بقلوه ياريت كل شي شيك فيك انت سألتني شو المرجع تبعك بس لا معرفة اكيد كل شي ذكرته من هي في مراجع في كتب بتعمل مسؤولية كلك المال شكرا لك يوسف حبيباتي اشتركوا في القناة